من أجل امتصاص غضب الشارع وتجنب الأسوأ وزراء سلال يسابقون الزمن لإخماد انتفاضة الجبهة الاجتماعية بعد أن لوحت نقابات الوظيفة العمومة بموجة من الاحتجاجات والإضرابات ردا منها غلام أسمته لمبالاة الحكومة حيال مطالب الآلاف من العمال والتي بقيت حبيسة قاعات الاجتماعات فبعد أن نجح وزير التجارة باختيب العيب في إقناع موزيعي الحليب توقف الإضراب واستئناف العمل بعد لقاء جمعه بالموزعين وزير تعليم العالي تهر حجار بدوره سيرتق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي في التاسع من الشهر الجاري في محاولة منه لتوصل إلى اتفاق يرضي أساتذة التعليم العالي وكشف عبد الملك الرحمن الأمين الوطني للكناس عن لقاء جمعه مع الوزير في أول يوم من الإضراب حيث أبدى الوزير استعداده للتكفل بانشغالاتهم عوان شبه الطب الذين لوحوا بإضراب يومي الحادي عشر والثاني عشر من الشهر الجاري يعقدون اليوم دورة للمجلس الوطني لتقييم اللقاء الذي جمعه مع الوزير بوذيا في الثالث من الشهر الجاري وحسب ما كشف عنه رئيس النقاب غاشر الولناس فمن المنتظر أن يحذر اللقاء الوزير وهذا من أجل إقناع أعوان شبه الطبي العدول عن قرار الإضراب كما سيكون الرابع عشر من الشهر الجاري فرصة أخرى لنوريا بنغابريت مع النقابات في محاولة منها لإبعاد الإضراب عن المدرسة